فيه ناس كتير جدا بيعودوا يتكلموا يعني ايه خسارة في البزنس والان هو قد ايه كان بزنس اونر وخسر وازاي الخسارة دي حاجة قميئة ومتعبة ومزرية ويستخدم الكلام الكبير ده بس قليلين جدا على مر التاريخ اللي خسر خسارة صاحبنا اللي احنا حنقراله كتابه النهاردة كتابه الأشهر على الاطلاق لو انت عايز تعرف يعني ايه بزنس وإيه دروس المستفادة عشان تتجنب يعني ربع خمس عشر خسارة صاحبنا ده انت في المكان الصحي جدا النهاردة حمد الله على السلامة انت في أورجامي بس ألفل انا اسمي مرام مختار بزنس ترين ان كونسولتنت والنهاردة احنا جاييني كامل سلسلة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها عن الكتب الأهم في البزنس واحنا النهاردة بنتكلم عن كتاب انا حبيته جدا بس قبل ما قولك الكتاب خليني قولك مقولة من الكتاب الراجل اللي كتب الكتاب قالك I do not need smart things in my life انا مش محتاج حاجات ذكية في حياتي او حركات ذكية عاملة في حياتي I just need little or less stupid things انا بس محتاج حاجات اقل غباء في حياتي اللي كتب الكتاب النهاردة اسمه دارود less stupid او الكتاب بتاعنا النهاردة عفوا اسمه دارود less stupid الطريق الاقل غباء طبعا واضح من اسم الكتاب ان احنا حنخش يعني في سواد اسود الراجل اسمه كيث كوننجهام كيث كوننجهام ببساطة هو كان معاه وانا اسف 200 مليون دولار صورت وقدر ب200 مليون دولار وخسر لغاية اراماديون ب50 مليون دولار الراجل جابها مش حوله جابها من تحت اوي هو جابها من فوق اوي ونزل لغاية اسفل السافلين فبعد ما قعد مع نفسه كتب الكتاب ده الكتاب انت دوقتي اكيد تسأل نفسك زي ما سألت نفسي اول ما الكتاب حد ادهو ليه عشان اقراه طب انا اقراه ليه معلم ليه كده ثاني وثالث ورابع وخامس لو انت بتبع سلسلة الغير دي او سلسلة اللي معها دي بتاعت البزنس اللي فشلت هتفهم ان واحدة من احسن الطرق ان انت ما تفشلش هي انك تشوف الناس دي عاملوا ايه وتعمل ضدهم طيب لو انا ما اقنعتكش خلي وورن بافت وورن بافت واحد من عمالقة الفاينانس في التاريخ ان ما كانش اكترهم عملاقة الرجل ده في سمينار كان بيتكلم الكوت من الكتاب فلو الرجل ده يعني بدأ يعني ياخد مقولات من الكتاب فاحنا بتاني احنا كلنا مفروض نقرأ الكتاب او نسمع عن الانسل بتاعه طيب الكتاب ببساطة اه مزي ما قلت لكم عمول سنة 2013 اه والكتاب انا بعد ما قريته تلاتة بعشر دروس نقدر نقول لعشرة دروس هما له خلاصة الغباء الحاجات اللي احنا مفروض او الاخطاء اللي البزنس اونرز بيقعوا فيها طيب قال لك واحد ما تدفعش ضريبة الغباء يا معلم الغلط ليه كده طب ليه اول الخبط ده ببساطة ضريبة الغباء بالنسباله هو ان الدرس يتعاد كزا مرة والبيزنس اونر ما يستفدش منه طب ما ده كلام يعني عريض اوي وما طلعش منه بحاجة انا عملها بكرة لا الرجل بقى لك حاجة قال لك لو نفس المشكلة بدأت تكرر مرة واثنين وثلاثة فانت كده حضاك بتدفع ضريبة الغباء يعني لو عندك عيب هو هو في منتج عمال المنتج ده يطلع كل يوم معيه بنفس العيب او كل شهر معيه بنفس العيب او معدل ضواءن العمالة في شركة سيادتك او المبيعات بتيجي بسيزن معين وتقل ما كل دي مشاكل عمالة تكرر فانت كده عمال تدفع ضريبة الغباء او انا كده او اي بزنس اونر عمال يدفع ضريبة الغباء طيب ليه يا عمه تدوس المستفيداتك من الخطأ قال لك لا الخطأ بقى نوعين يا باشا في خطأ كان لا يمكن تجنبه ده الخطأ انت تتعلم منه لكن في خطأ كان يمكن تجنبه لا يا باشا الخطأ لا يمكن تجنبه وقعت في الغلط تاني فدي كده سيادتك ده كده ضريبة الغباء وده كان اول درس ايه تاني درس تاني درس ببساطة قال لك مش شوية بصترات على الحيطة ولا يا جماعة احنا في بندك يا عم لا لا وربنا ما هي دي قال لك الكالتشة ببساطة هي الحاجات اللي حضرتك بتبدأ تعملها فيبدأ الموظفين يبصو لك ويعملوا زيك. لو بتيجي بدري الموظفين حيجي بدري. لو انت اكتر حاجة بتتكلم عليها هي ان الناس تموت نفسها في الشغل. الناس اكتشولي هتموت نفسها في الشغل. لو اكتر حاجة بتعاقب واكتر حاجة بتدي جزء كويس عليها. هي مسألة ان انت مسلا الناس تكون في الشغل هيبدأوا يعملوا ده. لكن مع اول مرة تبدأ تصاهل على الكواليتي في الشغل ولا تكبر دماغك. اعرف ان الناس هيبدأوا يمسكوا الحاجة دي وتبقى هيدي بتاعتهم. لان الكالتشة مش مقرر تكلام على الحيطة ولا مقولات رنانة ولا ليها اي لازم. تلاتة. تلاتة كبزنس اونر قال لك لازم تثنك مور او تفكر اكتر. يعني افكر اكتر ما انا اكيد افكر اكتر. قال لك. تعال علمك تريك بسيط راجل ايه? قال لك تعال ما كتبك بسيط. لو انت عامل ميتنج ان شاء الله يكون الديسيجن هتاخده كبعدها بنص ساعة او بعدها بساعة. عارف لما تاخد الانفورميشن وتبدأ تأكت عليها على طول قال لك انت كما استفدتش بها. يهفتو ابزوربت. يهفتو يفكر فيها. لازم تقعد وتهدف. زي ما الامريكان بيقول او تنام على المعلومات دي في دماغي. الحدي في منتهى الاهمية. ودي واحدة من الحاجات اللي شفت بزنس كتير جدا في وسط الاندفاع. وفي وسط الميتنج وفي وسط ضغط الاصحاب الشأن بيبدأ يفضلوا قرار غلط متسرع. طيب ايبقى دي كده اول ثلاثة. اربعة. بص يا باشا. انا اشتغلت مع كتير. وفي حت التسويق. اه كل مرة كنت برجع اقول له او كل مرة الارقام ما كانتش بتبقى احسن حاجة كان بيجي قول لي باشا واضح ان التسويق بتاعك غلط. انا مش بقول لك ان انا ملاك ومش بقول لك ان انا احسن واحد في التسويق ومش بقول لك ان انا احسن واحد آآ بيجيب ارقام في الدنيا. انا بقى هنا في ارجامي لما في التسويق ما بيجيبش همه او ما بيجيبش بتاعه اول حاجة ببص عليها مش التسويق اول حاجة ببص عليها هي بتاعتي. طب هو انا اداء في الفيديو ما كانش كويس طب اداء خلود ما كانش كويس طب هو يمكن يكون الفيديو كان طوله زاد الفيديو طوله قال طبعا كنت يكون الكواليت في فيديو هذه العلاقة طبعا كنت يكون الكونتنت مش تريندينج قوي ممم لو اتقى رجعت وبصيت عالحاجات اللى انا اقدر ابص عليها وطلعت كويسة خلاص ساعيتها بقى بدأ قعد تسويق طبعا انت عملت ايه الحت دي في منتهى الاهمية عند البزنس اونر ان البزنس اونر بيشوف نفسه او خصوصا عنده بيغلطش وكوووووووووال الظروف الداخلية والخارجيه هى المختائة اونرز ما كانش مفروضي ببزنس اونر هو رجل ده كمفروضي بقى رئيس قسم رئيس قسم التسويق او رئيس قسم العمليات او رئيس قسم الحسابات لكن انت كستراتيجي كستراتيجي اونر او كستراتيجي انتتي هولدر او اونر الرجل اللي مسؤول عن القرار الاستراتيجي كله في حاجات مفهاش تدخل فيها خلينا اقول لك مثال عارف افلام افلام المخدرات لما تلاقي دلوقتي الرجل الكبير الباشا اللي قاعد عنده شعنة بداه بيشها بسجار فوق ويقول لهم احنا لازم نغرق السوق دلوقتي الوقت ده هي دي بتاعتنا ازاي هنعمل كده هنبدأ نقلل الاسعار نخسر شوية عارف اللي هو دور محمود ياسين ده فيلم الجزيرة هو دور الاستراتيجيك ده اللي بيقعد فوق يبدأ يعمل استراتيجيك ديريكشن اه 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 جينريشن يلا بينا هنمشي في الترق ده طب هنمشي ده ازاي هنمشي كذا وكذا 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 طيب اعملها ازاي تعال اصعدك اعملها ازاي اقول لك تعملها ازاي اقول لك لما كنت مكانك اقول لك ايه احسن طريقة لكن ما نزلش اعملها معاك مضيعش وقتي انا في تاكتكل مضيعش وقتي في ان انا نازل في قسم التسويق مركز اوه في اختراق الوان مش عارف ايه جوه بتاع الاعلان مش بتاعتك او ربنا اتفاقل ايه ليه بقى في مصطلح ويا ريت المصطلح ده هنسا ما اتكلماش عنه في ايجراميا بس انشاء الله في الخطة في حاجة اسمها توكسك بوزيتي او الايجابية السامة يعني ايجابية السامة مروان انا تعبان انت قدها ودود ايه انت فين فين مروان الوحش فين عمر الوحش بتاع زمان فين خلود الوحش بتاع زمان فين علي الوحش بتاع زمان ايجابية سامة معلبات ما تفيدنيش في حاجة يعني ايه البزن الصعب بس احنا قدها انا حاس ان ربنا بازن الله حيكرني اهو اللي انت بتعمله ده ربنا مش حيكرمك عشان انت كده متواكل مش انت كده بتظن الخير بربنا او بتفاقل بالخير تجدوا ما هو التفاقل ده لأسباب لو تفاقل من غير خطة وقابليها استراتيجية واضحة وتحليل محترم مبقاش تفاقل يبقى تواكل ويبقى سازاجي طيب الخطة اللي بعد كده فاشتغل لوحدك مش حاسب يكون في بورد معك الحطة دي في منتهى الاهمية وحنتكلم عنها انا مش 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 هلمسك ترتيب الفيديوهات بس اه يعني اجع دور على الاستراتيجي you have to understand ان انت ميفحش تكون بتاخد القاعدة لواحدك two eyes are better than one و five eyes are better than two عنين احسن من عين وخمس عين احسن من عنين القاعدة في منتهى الاهمية لو سمحت بتاخدش قاعدة لواحدك انت بتكونش عايف كل حاجة الا لو انت كسرت القاعدة اللي تكلمنا عنها وسبت الجزء الاستراتيجي ونزلت تاكتيكي لتاكتيكي 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 هنا انت بدلا تخصي طيب حلو زي full ايه تاني الخطة ولا بعد كده not just an idea is enough الايديا مش كفاية انا عندي خطة بالتلازين طيب اه انا اسف انا عندي فكرة بالتلازين حلو الفكرة دي انت استراتيجيزك اشتغلش السوق طب يعني استراتيجية ايجع انا حسيب لينك اعرف يعني استراتيجية بالتفصيل طيب عملت استراتيجية خلاص كده لا ده انت لس لازم يكون في خطة كمان بالزبط معرف الناس اللي معاك زي ما اتفقنا انت مفهاش يمشي من غير بورد او مفهاش يمشي من غير الناس يكونوا معاك يكونوا كلهم معاك عشان تعرف توصلوا لده اه كده الايديا حتبقى لها لازمة لكن جوا بقى عندي فكرة بالتلازينة بس انا 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 مصنع افكار لكن مليش في التنفيذ الكلمة دي اه يعني صديقي وصحبي انا مش عارف زيك انا هشوف فيديو ولا لا لا صديقي وزميلي اه مؤمن الكلاني الهالي والكلمة دي مش عارف انساها قال لي ابني صاحب الفكرة منفزها لو انت عندك فكرة بتازنك تكسر الحيطة واتدخل ايدك تولع التكييف ده حتعرف تنفس ده طب لو انت جيبت احسا فكرة في الدنيا وجاء علي عليه ورح عمل الفكرة دي هو ده صاحب فكرة هو ما سرقاش منك ولا حاجة عشان كده انا مش مصدق فيلم بس حتى لو انت شفت بس حتى لو انت شفت وكان فعلا مارك زكرباج سرق الفيسبوك من الاخرين دول فهو يستاهل هو اللي عارف ينافس الفكرة هو ما عارفوش خلصنا طيب زي الفل الخطوة اللي بقى الدرس اللي بعد كده المنافسين بتوعك ممكن يقعدوك في البيت فاهم حاجة تعملها هو التحليل التنفسي تفضل كل شوية ايه المنتج اللي نزله طب ليه سعره عامل كده طب الدنيا عاملة ازاي طب الدنيا ماشية ازاي طب هو ليه اللي عمل عنده زاده طب هو ليه اللي عمل عنده قال له انك تحط الرجل ده تحت عينك دي واحدة من اهم الحاجات اللي ممكن تعملها ان الرجل ده ممكن يقعدك في بيتك هو ببساطة انت وهو بتتخانق على العملة اللي هم من غيرهم ما فيش حاجة في البزنس كده احنا الكلمنا بتصع خطوات يتبقى خطوة خمعشرة ايه خطوة خمعشرة قال لك بص يا باشا حاجة لازم يكون لدي سيابتك حاجة اسمها 5 볼 دائي ميش او انك تفكر بشكل صح و عشان تفكر بشكل صح لازم يكون في خمس خطوات يعني اي dzięki الخطوة دي ممكن البزر فيها خمس صب خطوات او خطوات صورنا انا جواها. اول حاجة اه دور باشا عن يعني مصيبة وانا بشوفها في الشركات في الشركات اللي بساعدة بتلاقي الميتينج ذات نفسه بتكجر. عارف لما تكون قاعد وتحس انت ايه ده? انا شفت الميتينج ده قبل كده اه انا شفت الميتينج ده قبل كده. احنا بنتكلم في نفس الحاجات. احنا بنحاول نعالج نفس النقط. طب يا اخواننا ما احنا اتفقنا ان ببساطة ان انشتاين جوجل انشتاين يعني قل ببعض متلسانه. قل الغباء هو انك تعمل نفس الحاجة مرتين منتظر نتاج مختلفة. طب ما احنا علجنا الاسئلة دي قبل كده. ما احنا حلل الاسئلة دي قبل كده. واضح نمشيدي النتيجة. you have to ask the unasked questions. او لازم تسأل الاسئلة اللي ما تسألتش الميتينج اللي فات. ببساطة. طب احنا دورنا هنا? احنا عملنا كزا? هو احنا عملنا كزا? طيب. هتسأل السؤال وحتلاقي في الميتينج الف ايد ويد بتتكلم. ما تسألش حد تتكلم وده تاني خطوة من الخمس خطوات بتوع thinking dimensions. تاني خطوة اللي عليك. facts. القام بس معكش القام ما تتكلمش يعني. طب انا عندي assumption. استنى لما نخلص الفاكتس. وتبقى هي. البيبل هي الانجيل هي القرآن اللي قدامنا اللي بيبص عليه. نبدأ بعد كده بعد ما نسيب الحاجة اللي منبص عليها دي. ونسمع الاسمشنز. طيب. تلاتة. ما تلغبطش ما بين العرض والمرض. انا بتعلم ان احنا مشكلتنا او في الشركة دي ان الارقام قليلة. لا الارقام قليلة دي عرض عندك لمشكلة تانية ما الكبيرة مفروض تعرف ايه المشكلة الكبيرة. تاني ده تاني لينك اللي اقول لك خشت فارج عليه. انك تعرف ايه اصل المشكلة قصة عشان دي حاجة بمنتهى الاهمية. طيب حلو زي الفل. خلاص انا قررت انا كصاحب شركة. ان الحاشتهي الكونتينر ده. ايه يا رايز بس الكونتينر ده احنا لسه ما عندناش سوق نبيعه. يمكن نجيبه ونلبسه. لان احنا كده ده في اخر الموسم. ما تخافش. انا عندي ريسك وهي اخد ريسك. طب اي رايز قبل ما تروح بس هاخد ريسك وتبص على النور اللي في اخر النافق واحدة واحدة. هو انت حاسب العواقد دي نقطة في منتقى الهمية. وانا عايز اكبقى الحتة دي. وعايزني وعايز كل الناس. انا يعني مش في منزلة ان انا ننصح. ان انت اللي بتيك تعمل ايه حاجة في الدنيا سواء على مستوى شخصي او على مستوى بيزنس بنلاع عليك هاتوا وقلم واحسب الكونسكوينسز احسب ما تكتبش. احسب ايه العواقب اللي ممكن تحصل. طب افرض ان الكونتينر ده لقدر الله احنا لبسناه. ما هو الكونتينر او لبسناه هنبقى لبسناه في متين تلطمئة الف جنيه وانت البيزنس راس منه مستوى بخمسين. لا ده مش ريزك تاخده. حتى لو هو ده مش ريزك تاخده. خلص. طيب خلاص فاكست. انا كده عملت اول اربعة من حاجات التفكير التي قلت لي عليهم. في حاجة خمسة? اه. اخر حاجة خمسة يا باشا ببساطة. هي ان تكتب ده يعني يعني معلم جول هو ايه? مين هيعمل دي? يلا علي 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 ده انا مش هاي فيني علي بس انا جبت اسيرته النهار ده خمساش الف مرة. يلا علي اعمل اعمل انت اللي وانت المرادة يا شريف طيب يلا شيك ويلا شيك وما فيش محمد شكلها كده انا هده عايز تعملها اه يا عكروت مش هاي اسمها كده. في حاجة اسمها بزنس بروسس. في حاجة اسمها بروسس معينة مفروض نمشي عليها. البروسس دي بتتكرر. عشان الناس ما ترجع لكش. عشان الناس تتشغال على المستوى التشغيلي. ما يرجعوش لمودرين هم الشغالين في التكتيك غير في الحياة الندرة. والتيكتيك ما يجعلكش يلا انت شغال في الاستراتيجي غير في الحياة الندرة. الحياة الغريبة. الحياة الجديدة. كل دي نقطة في منتهى 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 الاهمية. طيب زي الفول. ده كان ملخص كتاب درود اه ليس ستيوبد او الطريقة الاقل غباءا. الكتاب في منتهى الجمال لو السمر يا عجبك انصحك تروح تقرأ الكتاب. ما تنساش تتفرج على الكتب كلها اللي فاتت. ما تنساش تاخد لفة في فيه محترم جدا البيزنس وفيه محترم جدا. روح اعمل لايك على الفيسبوك. اعمل فعل الجرس. طلع موبايلك وبعد خمسة جنيه على حسينها. مهزك خلاص كفية كده. هشوفكم ان شاء الله على الخير بازن الله. وبس سلام.